اختتم بمدينة تريم الملتقى الخامس عشر بدار المصطفى للدراسات الاسلامية الذي انعقد تحت علوان البناء والتحصيل والاعداد من خلال الاسرة من خلال البحوث التي قد بها علماء الشام واليمن وبريطانيا والكويت والامارات مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي حمل اليوم الاخير من فعالية ملتقى الدار الخامس عشر الاربعاء الثالث من محرم لعام الف واربعمائة وثلاث واربعين هجرية بدار المصطفى بتريم لدراسات الاسلامية عدد من المحاور القيمة والجلسة الختامية تحت عنوان البناء والتحصين والاعداد من خلال الاسرة وانطلق اليوم الاخير بالمحور السابع الذي قدمه الدكتور ابراهيم بن احمد الحارثي عبر برنامج الزوم بعنوان التحصين الاخلاقي والفكري واللغوي والغذائي والمهني للاسرة عقبه مداخلة لسيد حسين بن عبدالقادر السقاف بعنوان الاسرة المباركة مجتمع آمن عبر فيها عما يمكن ان يصيب الانسان من الفتن في جميع شؤونه ولن يجد مكانا آمنا من هذه الفتن الا في بيته والنبي كان حريصا بالقيام بمهمة بناء بيته بهيئة صحيحة الا ان الاسر اليوم دخلت في حياتهم مشغلات كثيرة ادت الى نوع من تفرق رغم وجودهم ببيت واحد فلذلك لهذا الملتقى كيف نعيد بناء البيت حتى يكون هناك فعلا حاضنة آمنة دينيا فكريا سلوكيا اعتقاديا الى اخره واسدل ستار الملتقى مساء نفس اليوم بالجلسة الختامية المتضمن برنامجها اي من القرآن الكريم والحدوي والانشاد وقصائد شعرية والسعراض لابرز التوصيات التي قدمها الملتقى وكلمات لعدد من الدعاة والعلماء المشاركين في الملتقى وكلمة لعميد دير المصطفى للدراسات الاسلامية العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ قائلا بان من مظاهر خير الله في اليمن وجود مثل هذه الخيرات والملتقيات للمفكرين والعلماء والمجربين من مختلف اقطار الارضة لوضع الافكار التي تسهم في معالجة اوضاع الاسر والارتقاء بها والحصول على حياة هنئة والرفق في البيوت بما يقوم شأن الحنان والعاطفة وافاضة ذلك على الجيران ومن حواليهم كل هذا وما تعلق به نرجوه من مثل هذه الملتقيات والله ينظر إلى يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا ويحيي أسر المسلمين حيات الصلاح والفلاح والخير والرشد والهدى والتكاتف والتآلف وعلى كل ما يحبه ويرضاه ويفرق روب الأمة أجمعين في المشارك والمغارب وصلى الله عسلم محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وهكذا احتدمت أعمال الملتقى المجيدة عبر محاور الملتقى المقدمة من علماء الشام واليمن وبريطانيا والكويت والإمارات وتحت مضلة الشرع الإسلامي لتقديم كل ما من شأنه رفعوا هذا التدويج العلمية من دار المصطفى بالتريم للدراسات الإسلامية عبد الحكيم بحريش حضر موتريم